السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الخلاصة في مكافحة امراض البياضي. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن آآ نبزة مختصرة عن امراض البياضي. وهنعرف ايه هو البياضي الدي ايه والوضع التقسيمي او نبزة بسيطة عن الوضع التقسيمي ليه وهنتكلم عن صفات البياضي الدي وازاي بنقدر نشخصه. وفي النهاية هنتكلم عن المواد الفعالة او اشهر المواد الفعالة في المكافحة الكيميائية للبياضي الدي. تنحصر اغلب الفطريات المسببة لامراض البياضي الدي ايه تحت عائلة آآ وتدعى ايريسي فيسا وبالاخص تحت ستة اجناس تحت هذه العائلة. ولمراجعة الوضع التقسيمي لفطريات المسببة لامراض البياضي الدي ايه يرجى مراجعة كتاب جورج اجروس لامراض النبات صفحة ستمية وتلاتين ولنك الكتاب ان شاء الله هيكون موجود في وصف الفيديو امراض البياضي الدي من اقصر الامراض شيوعا واكصرها انتشارا واسهلها في التشخيص. البياض الديعي عندما يزهر في المزرعة عندي بيكون عبارة عن بقع بيضاء الى رماضية اللون مسحوقية الشكل هذه البقع تنتشر في اغلب الاحيان والشائع انها تنتشر على السطح العلوي للاوراق ولكنها قد تصيب النبات بالكامل سواء السطح العلوي الاوراق السطح السفلي الاوراق السمار او الشماريخ الزهرية كما يحدث في محصول المنجو. اه فطريات البادي دي تعتبر من الفطريات طفايلية اجبارية. فالميسيليوم ينمو على السطح الاوراق دون ان يخترقها. ولكن الفطر يرسل ممصات تسمى ممصات التغزية التي تخترق خلايا البشرة لتتغزى. مع ان امراض البادي دي خطرة جدا في المناطق الباردة الراطبة والمناطق الدافئة. الا انها اشد خطورة في المناطق الحرة الجافة. وذلك لان الجراصيم جراصيم البياض الدقيق او فطريات البياض الدقيق لها القدرة على الانبات حتى في حالة عدم موجود فيلم من الماء على اسطح الاوراق كما يحدث في امراض البياض الزجبي والندوات. اه الظروف الملأمة للانتشار اه البياضي الدقيق وهي عند رطوبة جوية تمانين في المية وعند درجة حرارة خمسة وعشرين درجة مقوية. اول حالة باتباحة في المكافحة الكيميائية ان انا برش الرش الدوري بالمبيدات الوقائية. اه والمبيدات الوقائية تتلخص في اه الكابريت المايكروني. الكابريت المايكروني بستخدمه اه وقائيا قبل حدوث الاصابة او قبل التوقع حدوث الاصابة. برش بمعدل واحد كيلو نص للمطور الستمية. وبرش ب بفاصل زمني كل من عشرة لخمستاشر يوم. بعد كده في الفترات اللي بيتم التنبؤ فيها لحدوث الاصابة الفطرية. بقدر ان انا اتدخل ببعض المبيدات الكيميائية او المواد الفعالة. احنا في الفيديو هنا هنذكر اسماء المواد الفعالة المتخصصة اشهر المواد الفعالة المتخصصة على البادي الدقيقي واللي معرفة الوضع التقسيمي ليها هنراجع فيديوهات المبيدات. عندنا مواد زي التراي تي كونزول، التراي ادو كونزول، ادفينو كونزول، البينكو كونزول، وايبكس كونزول الفلو سيلازول. الازوكسيستروبين، الترايف لوكسي استروبين, كيليزوكسين مسايل، اه كاربان دسيم، سيفونات المسايل. واخيرا الترايف يورين. وفي نهاية الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وان عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسからيب ل القناة. والسلام عليكم ورحمة وبركاته